السلام عليكم. حذاري أنك تغتصب الزوجة ديالي. كان بزاف ديالناس غاي سمعوا هاد الهضر هادا يقولك اوه واش كين الاغتصاب بين الأزواج؟ نعم في قرار ديال محكمة اللي استيناف بتيطوان غاديت تعطي ربع سنين لواحد الراجل مزوج بواحد المرأة. هلاش؟ لأنها اتهمته باللي اغتصب لمرأة دياله. وقالت له بل أنك تعطي تعويض لديك المرأة بخمسة ديال للمليون. نعم ربع سنين لأنه اغتصب زوجته. كما كتعرفوا فالفصل 486 من القانون الجنائي المغربي يعرف الاغتصاب كمين. الاغتصاب هو مواقعة رجل لمرأة بدون رضا. المشريع المغربي وللقانون المغربي لم يحدد شكون هو هذا الرجل شكون هي هذا المرأة. وبالتالي فهذا الشي يفتح المجال أمام القضاء باش أنه يجتهد ويقول بلي أنه خي يكون هذا الرجل هو زوج. والمرأة هي زوجة ممكن يوقع عليه اغتصاب بنته إنفوى تكون الممارسة الجنسية بدون رضا الزوجة. يعني لك عندك الزوجة يمارس الجنس مع زوجته وهي قتل الله وقد يمارسوا هذه الجنس هذا الرضا. فكيتح في الجريمة دي الاغتصاب للعقوبة دي لها في هذه الحالة من خمس سنوات إلى عشر سنوات نعم من خمس سنين إلى عشر سنوات. هذا الفصل 486 من القانون الجنائي المغربي. فحذري ثم حذري. هاديش حالة بطبيعة الحالة ما كانتش هذه الجريمة وما كناش نشوفه قرارات وأحكام قضائية بحال هذا الشكلة هذه. ما كناش قادرين تسمعوا بلأنه أم رأى رفعت شكاية ضد زوجها تقول بلأن الزوج ديالها قام بيختصابها. هذا الشكل غريب ولكن دبا ولا تمس العادية من بين المطالب ديال الحركات النسائية هو التقنين ولا هو الضرب بيد من حديد على كل زوج قام بيختصاب زوجته أو قام بممارسة الجنس مع زوجته بشكل من الأشكال العنيفة ولا بدون رضا الزوجة. الإسلام شنو كيقول الإسلام كيقول بلأن الرجل يلقى الزوجة دياله بغيت حقي من عقد الزواج وهي رفضت فكيغضب عليها الله سبحانه وتعالى. كان بزاف ديال الآيات كان بزاف ديال أحاديث لا يسعوا المقام إلى ذكرها ولكن تما عارفين زيان شنو كيقول الدين. فشنو رأي ديالكم في هذا التوجه الحديث لمحكمة الاستيناف بتيتوان. للإشارة فالميلف ما زال معروض على أنظار محكمة النقض. محكمة هذه الزوجة من العطل ربع سنين ما عجبوش الحال كيباش الزوجة ديال تعتبر ربع سنين. هذا مشكل. وخمسة ديال المليون عاد ديال الكسميته ديال التعويض عفوا لفائدة المطالبة بالحق المدين. فهو تعال بالنقض أمام محكمة النقض. كما كتعرفوا فمحكمة النقض هي محكمة قانون وليست محكمة موضوع. ما غاديش تنقش كيف يجدلها ولا كذا ولا. غادي تشوف واش تبقو عليه القانون وفقت. وفي غالب الأحيان كما كيبان في غالب الأحيان غادي تبرم القرار الاستينافي الصادر عن محكمة الاستيناف بتيتوان. يعني هذي تقيده في غالب الأحيان. مهم شنو الرأي ديالكم في هذا بحال هذا الجديد. شنو الرأي ديالكم. واش هالشي كيتناقض مع الإسلام ولا لا. ولخص الحماية تكون للمرأة علاش لأن كين بزاف ديال الأزواج يضطهدون نساءهم. كين بزاف ديال الأزواج يمارسون العنف على أزواجهم ليلة نهار. سواء من أجل موارسة الجنسي ولا من أجل أمور أخرى. ما رأيكم أيها العقلاء؟ تضلوا أفرسكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موسيقى موسيقى